حياتنا أولايف حياتنا أولايف أهلا بكم أعزائنا هذا الدرس الثاني من العلوم الفصل الأول حاجات النباتات للصف الأول طيب يا شهم انت زرعت نبته شو بتحتاج عشان تنمو تصير كبيرة تحتاج شمس وماء وهواء والتربة التربة لكي تعيش ويترمو النبتة هي بحاجة للأشياء هاي اللي حكيتها الضو ليش مهم يا شهم عشان الغذاء لأنه الضو هو اللي بيعط الغذاء لنبات تمام إذن يحتاج نبات القمح زي ما نحنا شايفينا بالصورة إلى الضوء لكي يعيش وينمو هذا كل اسمه نبات القمح شو بحاجة؟ بحاجة لأشيعة الشمس اللي شايفينا نحنا هون الضوء البيج من الشمس عشان ينمو وصير كبير تمام؟ نيجي الآن لهون في عنا صورة نباتات جميلة شو عم بعمل فيها المزارع؟ بزرع هاني عمبر؟ عم برويهم بالماء صح؟ إذن هاي هون المزارع عم برويهم بالماء تحتاج النباتات للماء ليش؟ برضو لصنع؟ نعم لصنع الغذاء ولكي تنقلوا إلى جميع أجزائها يعني إذا الماء ما كان موجود كيف بدها تنمو النباتة؟ بطوط صح طب هون شو شايفين نحنا بالصورة؟ إنه هو عن خطوط آه إذن هاد شو هو هاد؟ ماء ولا هواء ولا تراب؟ تراب هذا التراب هل التراب ضروري لنباتات؟ نعم نعم إذن التربة اللي هي السويل هي المكان الذي تعيش فيه النباتات وتنمو فيه الجذور إذن جوا للتربة بتنمو فيه الجذور وحكينا نحنا بالدرس الماضي إنه الجذور مهمة عشان بتخلي النبات ثابت في الأرض طب سؤال يا شهم هل ضروري النباتات تتنفس بدها هوا النباتات ولا لا؟ نعم نعم إذن تحتاج النباتات إلى الهواء لكي تتنفس ولكي تصنع غذاءها إذا من لاحظ كل هم الأشياء هذول الأربعة التراب، الهواء، الماء، والضوء كل هم ضروريات عشان النبات يقدر يصنع غذاءه صح؟ طيب إذا ما الذي تحتاج إليه النباتات لكي تعيش؟ ما كتبت لنا يا شهم؟ نفس اللي حكيناهم؟ الماء، التربة، الهواء، الضوء، أحسنت نعم هلأ الأسئلة بتحكي لنا برضو نفس الشيء؟ أول سؤال بيحكي ماذا يحدث يا شهم للنباتات في حال ما كان فيه ماء في حالة عدم توافر الماء؟ شو بصير فيها؟ سوفا؟ سوفا تموت نعم أحسنت هلأ بدك توصل لنا يا شهم بين الضوء وبين التربة، وين الضوء وين التربة؟ الضوء هاي الضوء، وهنا التربة نعم أحسنت هلأ سؤال الثالث، كيف تساعد التربة النباتات على العيش والنمو؟ عشان بتأخذها منه هلأ التربة كيف مفيدة للنبات؟ النبات شو بيأخذ من التربة عن طريق الجذور؟ الجذور شو بتأخذ من التربة؟ بتأخذ منه العناصر الغذائية وبتأخذ منه الماء، صح؟ إذن التربة ضرورية، شو بتعطي للجذور التربة؟ بتعطيه الماء، وتعطيه الغذاء بشكل عام، تمام؟ السؤال الرابع، إلامة تحتاج النباتات لصنع غذائها بنفسها؟ شو بتحتاج عشان هي تصنع غذائها بنفسها؟ نعم تحتاج إلى الضوء اللي بيجي من الشمس، ومش بس الضوء، كمان تحتاج إلى الماء والهواء والتربة، إذن تحتاجهم كلهم الماء، الهواء والتربة لكي تصنع غذائها بنفسها، معروف إنه النباتات هي الكائن الوحيد يا شهم اللي خلقه الله، واللي بصنع غذائه بنفسه، الحيوانات ما بتقدر، الحيوانات تعتبر مستهلكات، والإنسان كمان يعتبر مستهلك، مش منتج زي النباتات حسنا؟ وبهذا يكون أنهينا الدرس الثاني من هذه الوحدة، شكراً للمتابعة، وإلى اللقاء المترجم للقناة، وصل الفيديو لألفين دقاء المترجم لكي قلقه المترجم للقناة